موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين نحييكم إلى نشرتنا غائسة من قناة السعودية بدايتها بالعنوين خادم الحرمين الشريفين وسموالي العهد يهنئان رئيس سريلانكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده موسيقى سموالي العهد يوجه بإحالة المتورطين في ملف تزايد الحرائق بمنطقة الرياض للقضاء موسيقى بعد تزايد حالات كورونا في المملكة أمانات المناطق تكثف جولاتها الرقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية موسيقى أهلا بكم بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس جواتابايا راجباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني واطب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق اضطراد التقدم والازدهار كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة لفخامة الرئيس جواتابايا راجباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء توجيها بإحالة المتورطين في حرائق الرياض للقضاء وإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية ومحاسبة المسؤولين المقصرين والملاك المخالفين حيث صرح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض أنه بناء على التوجيه الكريم من ولي العهد ببحث ملف تزايد أعداد الحرائق وأسبابها وسبل الحد منها فقد باشرت مارة منطقة الرياض بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بحث الملف والتقص حوله واتضح وجود شبهة فساد مالي وإداري وعدم تقيد أصحاب المنشآت التجارية بالاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية الصادرة من الجهات ذات العلاقة وأضاف السموه أنه تم تشكيل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والدفاع المدني لتحديد المهام التفتيشية المناطة بكل جهة على أن ترفع تقريرها خلال خمسة أيام وتكليف وزارة الداخلية ممثلة بالدفاع المدني والهيئة العليا للازمة لمزاولة الأنشطة التجارية ومحاسبة المسؤولين المقصرين وملاك الأنشطة التجارية المخالفين واتخاذ ما يلزم بحقهم وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في آخر إحصائيات فيروس كورونا في المملكة أعلنت وزارة الصحة تسجيل 306 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات المؤكدة في المملكة إلى 368 945 إصابة من بينها 2159 حالة نشطة معظمهم حالتهم الصحية مطمئنة منها 379 حالة حرجة كما تم تسجيل 290 حالة تعافي جديدة ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 360 400 حالة فيما سجلت ثلاث وفيات جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 6386 حالة وفاة رحمهم الله جميعا يعيش اليوم الموجة الثانية من جائحة كورونا وبشكل أكبر من الموجة الأولى هذه كلمة مع الوزير الصحة الدكتور تنفيق الربية وبشكل أكبر من الأولى ونحن لسنا بمنأة من ذلك لذا يجب علينا التعامل مع هذا البيروس بكل جدية وعدم التهاون في اتخاذ كافة الاحترازات التي تكفل بإذن الله مواجهته والتصدي له لذا واجب اتخاذ أشدد إجراءات الاحترازية وبالأخص عند الدخول إلى المجمعات والأسواق وأي مكانية زايد فيه التجمعات بعدات كبيرة وذلك عن طريق تفعيل التطبيق توكلنا من أشخاص الذين ليس لديهم تطبيق توكلنا فعليه تنزيله وتفعيله وإلا لن يدخل لازم برنامي توكلنا كثفت أمانات المناطق المختلفة بالمملكة من جولاتها الرقبية الميدانية على المحال والمولات التجارية ومختلف المنشآت لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بالإضافة إلى تفعيل تطبيق توكلنا الذي أصبح شرطا لدخول المجمعات التجارية كافة ينضم إلينا الآن مراسل أخبار السعودية زميل عبدالغني حادي من أحد مراكز التسوق هنا في العاصمة الرياض مرحبا بك عبدالغني حدثنا عن الإجراءات الاحترازية التي ترصدها من موقعك الآن ويتم اتباعها في المركز أهلا زميلي هلال نحن الآن نقف أمام أحد مراكز التسوق هذه المراكز جميعها مشددة تشديد كبير على الإجراءات الاحترازية وبالأخص تطبيق توكلنا لن يدخل أي سوق أو مجمع إلا بوجود تطبيق توكلنا ويجب أن يكون مفعل لكل شخص لا يعرف الطريقة ويصل إلى هنا ويرغب بالدخول نرى هناك أيضا بعض المولاد تحرص على وجود هذا التطبيق وكيفية تنزيله وكيفية تفعيله بالإضافة إلى هناك نرى أيضا عدد كبير من المواطنين والمقيمين أيضا الالتزام الكبير بالإجراءات من باب لبس الكمامة التباعد الكبير ما بينهم وبين بعضهم وحتى في الدخول وعملية الإجراءات وعملية الدخول إلى جميع المجمعات السكة إلى جميع المجمعات التسوقية نرغب بالتنويه أن هناك تطبيق توكلنا أنزل قبل قليل هناك توضيح أو في مشكلة أو وجود مشكلة تقنية هذه المشكلة يجاري حلها خلال هذه المدة يجب على جميع المواطنين والمقيمين متابعة جميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتطبيق توكلنا حتى يدرك تماما هذه الاتجاة أو هذه العودة إلى البرنامج أو كيف يكون عملية التباعد هذه أو كيف تكون عملية عودة التطبيق توكلنا هذا كل ما لدي حتى هذه اللحظة عبدالغني نعم بشكل سريع عبدالغني هل هذه المشكلة التقنية هو في خبر قادم إن شاء الله سنتحدث عنها هل أثرت في عملية الدخول إلى السوق كيف تعامل معها المركز وما هو البديل المركز يتعامل معها زميل هلالة المركز يتعامل معها بناء على البيانة التي صدر من إدارة تطبيق توكلنا بإجراء آخر الذي هو إجراء المتبع السابق في عملية الفحص الحرارة نعم أشكرك الزميل عبدالغني حادي كان معنا من أحد مراكز التسوق في العاصمة الرياض شكرا جزيلا تستمر أمانة المنطقة الشرقية في جولاتها الرقبية على المجمعات التجارية وأسواق النفع العام والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق إجراءات الاحترازية وفرض العقوبات على المخالفين ينضم إلينا من الخبر مراسل أخبار السعودية الزميل محمد أدهام أهلا بك محمد حدثنا عن ما ترصده من دور لأمانة المنطقة في تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية والتي أصبحنا نشاهدها بشكل مكثف بعد التحذيرات الأخيرة من الجهات المختصة بعد تزايد وارتفاع حالات الإصابة بكورونا نعم مساء الخير زميلي لك ولكل السيدات والسادة المشاهدية السعودية نعم مثلما ذكرت زميلي أمانة المنطقة الشرقية كثفت جولاتها الرقبية على الأسواق والمطاعم والمقاهي والمجمعات التجارية ورصدت العديد من المخالفات حول الإجراءات الاحترازية للمزيد حول هذا الموضوع يسعدنيانا استضيف المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية الأستاذ محمد صفيان أهلا وسهلا بك معنا على قناة السعودية بداية حدثنا منذ يوم الأحد منذ أن كثفت الجولات وبعد توجيه سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير صعود بن نايف كيف هي الأوضاع في المجمعات التجارية وكم هي المخالفات التي رصدتوها دعنا نرحب فيك ودعنا نرحب جميع السادة المساعدين لا شك أن منذ صدور توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير صعود بن نايف من عبدالز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد فهد بن سلمان بتفعيل تطبيق توكلنا ويكون شرطا الزميل لدخل كافة المنشآت التجارية والمراكز والأشواق وكذلك لرفع درجة الوعي ورصد التجوزات وأيضا توجيهات ومتابعة وحرص معالي وزير السؤون البدد والقروية في تطبيق أخص درجات العقوبة على المخالفين وأيضا والأغلاقات قامت المنطقة الشرقية بوضع خطة متكاملة بإشراف معالي المنطقة الشرقية ورفع أيضا أعداد المراقبين مع تكثيف هذا الاجراء في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية في رصد كافة التجوزات وأيضا لكشف أيضا عن كافة المخالفين وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتطبيق أيضا توكلنا في كافة هذا المرافق في نفس الوقت هناك منذ الصباح يوم الأحد رصدنا أدد من التجوزات والمخالفات والأغلاقات حيث بلغ خلال الثلاثة الماضية أكثر من 252 موقع تم أغلاقها تنوعت ما بين مقاهي ومطاعم ومراكز تجارية وأيضا هناك عدد 1351 مخالفة تم رصدها في عدد من المراكز والأثمان دعنا تشاهدنا الواقع الآن الأجراءات الاحترازية التي يقوم بعدد من المراقبين داخل الأسواق نحن الآن في محافظة الخبر وهي أحد المناطق التي تشهد عدد من المراكز تجارية وتم تكثيف الجانب الرقابي على هذه المنشآت كما تشاهدون الآن تطبيق توكلنا وأيضا كسب درجة الحرارة منذ البداية بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل كافة المطاعم وداخل كافة أيضا الأسواق هناك أيضا تطبيق معرفة إجراءات الاحترازية أيضا داخل المحال من حيث مسافات التباعد ووضع العلمات الرسادية داخل هذه المحال بالإضافة إلى وجود المعاقمات في مدخل المطاعم كذلك عملت أيضا الكشف أيضا على كافة العمال الموجودة من حيث الشهادات الصحية وغيرها أماتق الشرقية يعني نفذت العديد من الجولات الرقابية اليوم لاحظنا هناك تباين في عدد الجولات من خلال الجولات التي تكشفتها المطاعمة الشرقية هناك أكثر من لو تحدث فقط محافظة الخبر أكثر من 400 جولة في وسط الدمام هناك أكثر من 470 جولة في وسط الدمام تم إغلاق أكثر من 40 محل ولا زان الأعمال الجاري في وسط الدمام بينما محافظة الخبر اليوم كان هناك جانب من الوعي والالتزام في غالبية المراكز التجارية والأسواق ولكن طبعا تخشرف من منطقة إلى منطقة بينما هناك أيضا نفس الجانب الرقابي وتشديد في كافة مدن ومحافظة المنطقة الشرقية بهذا الشيء طبعا هناك لجنة مخصصة شكلت لهذا الغرض في منطقة الشرقية بشرف مع الأمير لمتابعة كافة الجولات الرقابية وأيضا رصد كافة التجاوزات على مسؤول منطقة الشرقية نعم ما هي الآلية؟ ذكرت قبل قليل أنه تم إغلاق العديد خلال الأيام الماضية من المحلات متى تخلقون المحلات؟ طبعا هناك إجراءات احترازية ووقائية ضد من انتشار فيروس كورونا التفعيل أيضا تطبيق توكنها هي من ضمن الأولويات التي نطبقها في كافة مراكز تجاري والمجمعات والأسواق والمقائي وهي تتمثل ضرور القصوى في عملية كافة المراقبين أثناء جولاتهم هذه الإجراءات إذا وجدنا أي منشأة مخالفة يتم تطبيق أقصى العقوبات ويتم إغلاقها فورا هناك عدد من إجراءات احترازية أيضا داخل المحل طبعا تتمثل في عملية وجود المعاقمات تطهير العربات التسوق داخل هايبار باركت أيضا هناك إجراءات داخلية تتمثل في تنظيف الأسطح إذا كان هناك سوبر باركت للخضروات أو أماكن التلامس داخلها أيضا هناك أيضا تركيز على أماكن العلامات الرشادية لأماكن التباعد بين المتسوقين جميل جدا جهود تذكر فتشكر شكرا لكم ونتمنى لكم التوفيق الأستاذ محمد الصفيان المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية شكرا جزيلا لك نعم زميلي هذا هو عمل أمانة المنطقة الشرقية وهذه هي جولاتها التي بدأتها منذ توجيه سمو أمير المنطقة الشرقية يوم الأحد صاحب سمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز هذا كل ما لدي من الخضر أعود لك بالصوت والصورة شكرا زميل محمد الدهام كان معنا من المنطقة الشرقية أوضح تطبيق توكلنا أن التطبيق يواجه مشكلة تقنية مؤقتة تسببت من قطاع في تقديم الخدمة للمستفيدين وأكد أن الفريق التقني يعمل بشكل متواصل على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة مع الجهات المعنية وواجه عدد من المستخدمين صعوبة في الدخول إلى تطبيق توكلنا وذلك نظرا للضغط الشديد عليه بعد اشتراط إبراز الحالة الصحية عبر التطبيق لدخول مشاءات تجارية وحكومية دع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس إذهانوم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأمراض غير السارية مثل السكري والقلب وارتفاع ضغط الدم والسلطان التي تسببت في أكثر من 74% من الوفيات على مستوى العالم وتؤدي إلى تفاقم حالة مرضى كوفيد نينتين المدير العام لمنظمة الصحة العالمية طالب في بيان بالاستثمار في بنية علاج الأمراض غير السارية والوقاية منها وتعبئة المدن وتأهيلها من أجل صحة أفضل ودعم استخدام البيانات لإدراج البرامج والسياسات الصحية وقالد هانوم إن الجائحة تسلطت الضوء على خطر الأمراض غير المعدية وغالبية من توفوا من كوفيد نينتين كانوا يعانون من أمراض غير معدية وعشية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السرطان أفادت إحصاءات المنظمة بأن الأمراض غير السارية تقتل أكثر من 40 مليون شخص كل عام وأن هذه الأمراض المزمنة أدت إلى زيادة عدد الوفيات بكوفيد نينتين الذي أودى بحياة مليوني شخص حتى الآن بيّنت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ نحو مليونين ومئتين وثلاثة وستين ألف وفا فيما تجاوزت حصيلة المصابين مئة وأربعة ملايين إصابة تعافى منهم نحو ستة وسبعين مليون وتواصل جائحة كورونا تفشيها في مئتين وتسع عشرة دولة وإقليما ومنطقة حول العالم ولا تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعد الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات هي أمريكا والبرازيل والمكسيك ثم الهند وبريطانيا زار محقق منظمة الصحة العالمية اليوم معهد علوم الفيروسات في مدينة وهان الصينية وتعد هذه الزيارة للمختبر جزءا رئيسا في تحقيق خبراء منظمة الصحة العالمية للكشف عن منشأ فيروس كورونا المستجد والبحث عن أدلة حول مكان نشأة الفيروس وكيفية انتشاره وقال العضو في بعثة الخبراء بيتر داتسا أنه يتطلع إلى مقابلة أشخاص بارزين في المعهد وطرح جميع الأسئلة المهمة مشيرا إلى أن المعهد يحتوي على مختبرات عديدة محاطة بإجراءات أمنية مشددة ويجري فيها الباحثون اختبارات على فيروسات من سلالة كورونا نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير 24 شركة عالمية توقع اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسة لها في الرياض أهلا بكم من جديد بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيع أعلنت مدينة الملك فهد الطبية عن تجشين تطبيق نظام الملف الطبي الإلكتروني في خطوة من شأنها تطوير خدمات الرعاية الصحية والاعتماد على أحدث الوسائل في التعرف على معلومات المريض بمختلف مراحل تلقيه الرعاية الصحية دشنا معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيع نظام الملف الطبي الإلكتروني إبك والذي يساهم في رفع مستوى جودة الرعاية الصحية بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتوقع حالة المريض بناء على معطيات الجسم وتحليل البيانات لخدمته صحيا من أجل مواكبة التطور الذي يعيشه القطاع الصحي اليوم سعدنا بإطلاق نظام إبك وهو نظام إلكتروني متطور جدا سوف يساهم بإذن الله في تجويد الخدمة وتطويرها وزيادة رضا المرضى وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة للإنتاجية المتميزة واستغلال أمثل لموارد المدينة الطبية يتميزه نظام إبك بعدة مزايا أهمها اعتماده على المعايير الطبية العالمية بالإضافة إلى أنه يدعم التحول في قطاع الصحة باتجاه الذهاب إلى المريض في منزله وعدم انتظار قدومه إلى المستشفى وذلك من خلال امتلاك النظام خاصية تتيح دراسة الحياة السلوكية للمريض والتاريخ الأسري وتحليل متقدم للبيانات وهذا ما تمثله تطبيقات الذكاء الاصطناعي ميزة نظام إبك أنه نظام صديق للأنظمة الأخرى فربط نظام إبك بمنشآت أخرى قراءة التاريخ المريض للمريض في منشآة أخرى أمر متاح في إبك وهذا يسهل على تقديم الرعاية لو لا سمح الله المريض كان موجود في منطقة أخرى في مدينة أخرى خارج مدينة الرياض يقدم إبك التكنولوجيا بصفة عامة لجميع مقدمي الرعاية الطبية وكل المتعاملين مع المريض ويشمل ذلك الطبيب الممرض الصيدلي خبير المختبر وغيرهم عبدالرويس للقناة الإخبارية الرياض نفذت القوات البرية الملكية السعودية مع القيادة الوسطى للجيش الأمريكي تمرين الصداقة 2021 للميلاد والذي يقام افتراضيا عبر الاتصال المرئي حيث يهدف هذا التمرين إلى توحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك وتطوير عملية القيادة والسيطرة أثناء العمليات وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات البرية الملكية السعودية والقيادة الوسطى للجيش الأمريكي وتوثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين الصديقين شاركت الهيئة السعودية للفضاء في الندوة الافتراضية لمشروع مسبار الأمل التي تستضيفها وكالة الإمارات للفضاء بالشراكة مع مركز محمد بن راشد وتأتي الندوة بمناسبة قرب وصول مسبار الأمل إلى المريخ ضمن أول مهمة عربية لاستكشاف الكواكب التي تقودها دولة الإمارات ومن جهة أخرى أوضح رئيس قطاع العمليات وبرامج الفضاء المهندس ماجد العنزي أن الهيئة تنظر إلى مهمة مسبار الأمل بأنها استكمال للخطوات التي بدأتها المملكة في ريادة الفضاء وهي عمل تكاملي بين الإمارات والمملكة في تفعيل مبادرات ومشاريع مشتركة تخدم البلدين بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام وقعت 24 شركة عالمية اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسة لها في مدينة الرياض وتعكس هذه الخطوة الأهمية والثقة التي يحظى بها السوق السعودي إقليميا وعالميا وتأتي جهود جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية عنصرا من عناصر استراتيجية مدينة الرياض التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد وتحقيق قفزات كبرى في توليد الوظائف وتحصين جودة الحياة وجذب وتوسعة الاستثمارات لتكون الرياض ضمن أكبر عشر اقتصادات للمدن في العالم بحلول 2030 كما يهدف برنامج جذب المقرات إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي والحد من أي تسرب اقتصادي وتنمية قطاعات جديدة بالإضافة إلى إيجاد عشرات الألاف من الوظائف النوعية الجديدة لأفضل الكفاءات في تكريس للمخاوف من حدوث تسرب نفطي كبير الحوثيون مجددا يعرقلون فريق الخبراء لصيانة ناقلة النفط الصافر قبالة سواحل محافظة الحديدة قلق أممي وتحذيرات أوروبية من عرقلة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لفريق الخبراء لصيانة ناقلة النفط الصافر حيث عربت الأمم المتحدة عن أسفها لعدم حصولها على خطاب ضمانات أمنية من قبل الحوثيين بشأن إجراءة نشر فريق الخبراء لصيانة السفينة الصافر العائمة قبالة سواحل محافظة الحديدة في البحر الأحمر بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن حذرت من تأخر وصول فريق الخبراء الدوليين إلى ناقلة النفط الصافر في تسابب كوارث بيئية في المنطقة سفراء الاتحاد الأوروبي دعوا في وقت سابق لانقلابيين الحوثيين على التعاون الكامل مع الأمم المتحدة وذلك بالسماح لفريق الخبراء بالوصول إلى السفينة من دون قيود أو شروط مسبقة ومؤكدين في حالة عرقلة الحوثيين الوصول إلى السفينة سيتحملون المسؤولية بالكامل التحذيرات من الكارثة الوشيكة التي تمثلها ناقلة النفط اليمنية المتهالكة صافر يحذرون خطر تسر بأكثر من مليون برميل من النفط الخام على متنها في مياه البحر الأحمر في محاولة لإنهاء أزمة البلد المستمرة منذ عشر سنوات وإصدال استتاري على نزاع دموي أثر على الاستقرار بالمنطقة ككل تشهد المفاوضات الليبية التي تجري في جنيف متابعة دول المنطقة باهتمام من التصويت بعد فشل المرشحين للمجلس الرئاسي الليبي في الحصول على النسبة المطلوبة لتولي المناصب وذلك خلال اجتماعات ملتقى الحوار الليبي المتواصلة لليوم الثاني في جنيف يسعى المشاركون في الحوار إلى اختيار أعضاء المجلس الرئاسي حيث من المقرر إجراء جولة تصويت ثانية بواسطة آلية القوائم بعد أن أخفق المرشحون في الجولة الأولى في الحصول على النسبة المطلوبة من خلال التصويت الفردي بعد انتهاء عملية العد وجمع النتائج لم ينجح أي مرشح في انتزاع النسبة المطلوبة رئيس البرلمان الحالي عقيل صالح أبرز المرشحين للمجلس في الشرق كان في المرتبة الأولى لكنه لم يحصل على نصاب المطلوب للفوز بينما تجرى المداولات بين المشاركين في المنتدى السياسي الليبي بمدينة جينيف السويسرية لاختيار سلطة تنفيذية مؤقتة يتوجس كثير من الليبيين من تعقيدات المشهد الحالي بسبب ما يرونه من صعوبة مغادرة أي سلطة قائمة في ليبيا والتخلي عن مكتسباتها التي حققتها طوال الصنوات الماضية ويرون أن التسليم واستلام السلطة سيكون محكاً واختباراً حقيقياً للديمقراطية في ليبيا صادقت واشنطن على تمديد معاهدة نيوستارت للأسلحة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أشار إلى تعهد الرئيس جو بايدن بالحفاظ على الشعب الأمريكي في مأمن من التهديدات النووية من خلال استعادة القيادة الأمريكية في مجال الحد من التسلح وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت بدأ سريان اتفاق تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ستارت تري بعد تبادل المذكرات بين موسكو وواشنطن وتتعلق المعاهدة بالتدابير الرمية إلى التقليص وزيادة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية انفجر الصاروخ ستارشيب الذي أنتجته شركة سبيس اكس خلال تجربة إطلاق لاختبار مكوناته الفردية وذلك بعد محاولة هبوط تسببت في تعطل المحرك عن العمل وبعد عملية إقلاع مثالية في مقاطعة كاميرون بولاية تكساس ووصل الصاروخ إلى ذروة رحلته وحلق في الجو وأضافت الشركة أن تعطل إحدى المحركات أدى إلى اندلاع النيران في الصاروخ مشيرة إلى أنه الحادث الثاني للشركة بعد تحطم النموذج الأولي لصاروخ سن ايت الذي تم إطلاقه في ديسمبر الماضي نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها خادم الحرمين الشريفين وسموه للعهد هنئان رئيس سريلانكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده سموه للعهد يوجه بأحالة المتورطين في ملف تزايد الحرائق بمنطقة الرياض للقضاء بعد تزايد حالات كورونا في المملكة أمنات المناطق تكثف جولاتها الرقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية انتهت نشرتنا شكرا لكم بإمكانكم متابعة أخبار قناة السعودية عبر الحسابات الظاهرة على الشاشة في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة